النهاردة بدأت جلسة المفاوضات مفروض الختامية الأخيرة بين الدول السلاس مصر السودان أسيوبيا ممثلة في وزراء الخارجية والرأي لكل دولة بحضور رئيس البنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكي مفاوضات شاقة عسيرة مفروض إن كان فيه إعلان نواية كده بين الدول اتحط منذ ثلاث سنوات وقيل فيه لو فشلت المفاوضات بشكل عام هيبقى فيه اختيارات أو خيارات من هذه الخيارات أن تلجأ الدول لاختيار وسيط عادل بين الدول الثلاث النهاردة مفروض فيه مفاوضات في واشنطن فجئنا بأن رئيس وزراء أسيوبيا أبي أحمد يستبق المفاوضات يفترض إنها فشلت وراح متحدث مع رئيس جنوب أفريقيا وقال له أنا عايزك تبقى الوسيط بيني وبين مصر في التفاوض في قزمة صد النهار طب ليه يا أبي أحمد تعمل كده؟ أنت كده افترضت إن مفاوضات واشنطن فشلت داية لسه بدأة ولا أنت باعت الوفد بتاعك علشان إفساد المفاوضات معي على التفاوض